انتقد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق والوزير في مجلس الحرب جادي إزينكوت طريقة إدارة نتنياه للحرب في قطع غزة وكشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن أن إزينكوت انتقد في رسالة بعت بها إلى باقي أعضاء مجلس الحرب الأسبوع الماضي امتناع الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ قرارات حاسمة في إطار حربها على غزة ورأى إزينكوت أن القرارات التي يشير إليها ويعتبرها ضرورية لمواصلة الحرب تشمل الانتقال الكامل للمرحلة الثالثة وتشمل مدهمات وهجمات في إطار عمليات محددة للجيش الإسرائيلي عوضا عن الانتشار الواسع للقوات البرية أظهر استطلاع للمعهد الإسرائيلي لديمقراطية أن 55% من الإسرائيليين يرون أن فرص تحقيق النصر الكامل في غزة منخفضة كما أشهر الاستطلاع إلى أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن موجة احتجاجات واسعة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيمين ناتنياهو ستنطلق قريبا يأتي ذلك وسط ازدياد المظاهرات المنتقدة لإدارة ناتنياهو للحرب وملف المحتجزين انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023 في ضوء ضخ المزيد من الموارد بعد العضوان الأخير على قطاع غزة واحتدام صراعها مع فصائل المقاومة الفلسطينية وذلك وفق ما بكرته صحيفة فيلانشل تايمز البريطانية ويرجع ذلك الانخفاض جزئيا إلى استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط الذين اضطروا إلى ترك أماكن عملهم وشركاتهم للشروع في الخدمة العسكرية لعدة أشهر منذ 7 من أكتوبر وذلك وفقا للجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل